الفرق بين ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة يودد أربع صفات تميز ريادة الأعمال عن المنشآت الصغيرة أولا المخاطرة المشروعات الصغيرة تنشد الأمان والتقليدي وتبتعد عن المخاطرة إذ أنها ذات تقليد مشابه لكثير من غيرها من المشاريع أو المشروعات الصغيرة لكن ريادة الأعمال تتميز بالمخاطرة العالية وهي الثمن الذي يتوقع لرائد الأعمال أن يدفعه مقابل الثراء وبغير المخاطرة فإن الريادة تزول وتكون مشروعا صغيرا الصفة الثانية مقدار خلق الثروة فالمشروعات الصغيرة تهدف إلى توليد دخل مستمر ومرضي لصاحبه يتجاوز ويكون أفضل من التوظيف التقليدي لكن ريادة الأعمال تختلف فهي تهدف إلى إنشاء ثروة مستمرة ودائمة يتجاوز مداها الأحلام البسيطة إلى بناء الثراء الكبير الصفة الثالثة سرعة بناء الثروة فالمشروعات الصغيرة تحتاج إلى وقت طويل جدا في بناء الثروة لكنها تختلف تماما عن ريادة الأعمال وعادة رائد الأعمال يحقق ثروته خلال زمن قياسي في حياته العملية وبالتالي سرعة بناء الثروة في ريادة الأعمال أسرع بكثير من المشروعات الصغيرة الصفة الرابعة هي الإبتكار والإبداع ريادة الأعمال تتصف بالإبتكار والإبداع وتحويل تلك الأفكار إلى منتجات وخدمات مربحة وهذا الشيء قد لا يكون موجود في المنشآت الصغيرة وبالتالي يمكن القول بأن الصفات التي تميز ريادة الأعمال عن المنشآت الصغيرة تتمحور في أربع صفات المخاطرة مقدار خلق الثروة وثالثا شرعة بناء الثروة وأخيرا الإبتكار والإبداع